السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشأن تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة على درجات المالية وخفض رواتبهم المالية إلى 900 جنيه قال النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور إن الشذوذ قضية خطيرة شغلت رأي العام وتشهد استنكارا كبيرا من الشعب المصري مؤكدا أن موقف الأزهر الشريف من هذه الكارثة مشرف ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سبعة من المثليين عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي ورفعهم أعلام الشواذ الجنسيين والتي تروج للشذوذ الجنسي داخل حفل فرقة مشروع ليلة الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بالتجمع الخامس كرم الدكتور محمد إبراهيم منصور أمين عام حزب النور فريق أعضاء الحزب بمحافظة الإسكندرية المشارك في وراش عمل الملتقى الإداري للمهنيين وذلك في حضور عبد الله بدران أمين النور بالإسكندرية تقدم الدكتور محمد خليفة أمين حزب النور بمحافظة كفر الشيخ بخالص التهاني للباحث فوزي مصطفى سعد لحصوله على درجة الماجستير من كلية الأداب جامعة كفر الشيخ بتقدير ممتاز استقبل اليوم الثلاثاء عبد الوهاب محمد عبد الوهاب مدير عام الإدارة التعليمية برج البرولوس وإصلاح كمال درغام وكيلة الإدارة الدكتور محمد إسماعيل جلالله عضو مجلس نواب عن حزب النور بدائرة البرولوس وبلطيم تضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا والمطالب لإدارة برج البرولوس التعليمية ومدارسها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن صمت المجتمع الدولي على مواصلة حكومة الاحتلال الصهيونية برئاسة بنيامين نيتنياهو أذرعها المختلفة تصعيد إجراءاتها وتدابيرها العنيفة مع قطعان المستوطنين لتدمير العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه يتنقض مع الجهود المبدولة لاستيناف المفاوضات ويضعف فرص نجاحها أكدت وسائل إعلام فلسطينية أمس الاثنين سقوط طائرتين صهيونيتين بدون طيار من نوع سكاي رايدر بمدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية أعلنت المنظمة دولية للشرطة الجنائية الإنتربول مساء الاثنين قبول طلب دولة فلسطين للانضمام إليها وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة لها التي ستنعقد في الصين خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري أدان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل اعتزام سلطات الاحتلال الصهيوني بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجريدة على أراضي القدس الشرقية المحتلة مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس قتل ثلاث إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه فلسطيني على مستوطنة بالقدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة منفذ عملية إطلاق النار وأوضحت وكالة معن الفلسطينية أن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة وتنظيم لحركة فتحة أكد أن إسرائيل وحدها تتحمل ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال كاملة وعليها إذا ما استمرت في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ألا تتوقع إلى المزيد من العنف كشفت مصادر في الجيش اليمني أنها عثرت في مدن تم تحريرها مؤخرا من الحوثيين على ألغام تم نشرها بشكل عشوائي في الطرقات شبيهة بالأحجار لقتل أكبر عدد من المواطنين حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من مخاطر انتشار وباء الكوليرا في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلديش التي لجأ إليها أكثر من 435 ألف شخص هاربا من العنف في ميانمار المجاورة نظمت الهيئة العليا للمجلس العشائري الفلسطيني وقفة في ساحة الجندي المجهول بقطاع غزة لتقديم الشكر لمصر لدعمها جهود المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام أصدر المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، السياخ ولفائف وقطبان وعيدان المصدرة من أوذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين أكدت سفير عمر عامر المندوب الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا أنه تم اعتماد القرار الذي تقدمت به مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وذلك خلال أعمال الدورة السالسة عشر للمؤتمر العام للوكالة توفي الدكتور حامد مرسي أول رئيس لجامعة السويس وعميد كلية التجارة الأسبق أمس عن عمر يناهز واحد وستين عاما إثر تعرضه لوعكة صحية قضت محكمة النقد برئاسة المستشار عادل الكيلاني بقبول طعن المقدم من ستة وعشرين متهما على أحكام المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الغنايم وإعالة المحكمة ألقت الأجهزة الأمنية بالسويس القبض على مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجنائن بالسويس وموظف آخر بإدارة الأملاك لاتهامهما بتلقي رشوة مالية خمسين ألف جنيه من أحد المستثمرين أسفرت حملات تموينية أشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين عن ضبط المسؤولين عن محطة وقود في أبو سوير محافظة الإسماعيلية لتجميعهم كميات من المواد البترولية سولار بنزين ثمانين واثنين وتسعين مدعم لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي ودهم ضبط الإدارة برئاسة العقيد حسام حنفي بتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية محطة البنزين وضبط المدير المسؤول وبمراجعة الدفتر تبين استيلاؤه على مليون وستمائة ألف لتر مواد بترولية وبيعهم في السوق السوداء تمكنت الإدارة العامة لشرطة تموين من ضبط مالك مخبز بلدي في الإسماعيلية لاختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي استخراج 82% ببيعها في السوق السوداء مستوليا على أموال الدعم محققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة وورد تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة وتوزيع بوزارة التموين يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا بلغت 263 ألف جنيه قرر الدكتور أحمر الشعراوي محافظ الدقهلية غلق 104 منشأة غذائية متنوعة وإعدام 3335 كيلو أغذية ومشروبات غير صالحة قررت وزارة تموين وتجارة الداخلية بدأ تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية وأصدر الدكتور علي المصرحي وزير التموين تعليماته لمديريات تموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات تموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مع عام هجري جليد كتبه إبراهيم بركات واجبنا نحو مسلمي بورما اثنان كتبه عصام حسنين حول ما أشيع من إباحة معشرة الزوجة بعد موتها ومعشرة البهائم فتوى للدكتور ياسر برهامي العدد 11 من مجلد تحت العشرين انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته